السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو النهاردة فيديو كان مفوض يجي في اول رمضان بس للاسف انا ما عرفتش امزله لكم في اول رمضان لاني كنتم محتاجة اتاكد من المعلومات اللي انا عايز اولها لكم بديو النهاردة عن ازاي تقدري تختمي المصحف في رمضان بطريقة صحيحة وكمان تقدري تكتبي ثواب وممكن تزاودي عدد من الختمة واحدة الاثنين زي ما انتي عايزة الموضوع ام خاتش مني بسرحة وقت كتير انا كان محتاج مني بسرحة او اربعة ايام عشان اعرف ازاي كانت الحاجة اللي انا هكلمكم عنها النهاردة هتنفحكم اللي انا هكلمكم عنه النهاردة هو موجود على الموبايل تقدري تنزلي من اسم ختمة عليه حرف الخار كده زي ما نشاركين كده انا عين هو وصل لحد الجزء الرابع ده رابع يوم فهو وصل لحد الجزء الرابع خليني اقول لكم الاول انتو بتعمل مين مفود اول ان تخشوا على الابليكيشن بيطلب منكم انكم تعملوا بدء ختمة فبيجي لكم الاول هنا برجاء تحديد المكان او الجزء اللي انت عايزة تبدأ منه الختمة لو انت بادية حاجة بادية اصلا وعايزة داي تابعك فممكن تتحديدي لو انت مش بادية وعايزة تبدأي عادي جدا من اول رمضان تختاري من بداية المصحف يعني هو مصنون او بيقولك الاجزاء كلها لا احنا هنقوله من بداية المصحف ربعانين تدوسي استمرار هيطلب منك هنا انك تحددي المدة اللي انت عايزة تختمي فيها المصحف عندك هنا تلاتين يوم تزودي او تنقصي عندك هنا كمية الجزء واحد كم حزب انا عن نفسي بعملوا جزء واحد في اليوم ممكن اعرى اكتر برحتي وممكن مقرش بعد ما دوسي استمرار هيقولك انه اول ورد قرآني لازم تقريد الوقتي من اول سورة الفتحة اية واحد سورة البقرة اية مية واحد وارمعين هيقولك من صفحة واحد لصفحة واحد وعشرين من هنا ممكن قراءة الورد هيقولك تحملين ملفات لو عايزة تنزليها نزليها مش هايزة انت حرة انا مش هنزلها هتجيلك صفحات المصحف زي ما انت شايفة كده تقري فيها براحتك ولما تخلصي توصالي عند الورد الاخير اللي انت ما فوت تقريد اللي هو صفحة واحد وعشرين اي مكتوبة فوق هنا صفحة واحد وعشرين هتدوسي هنا علامة اللي هي الفواصل اللي موجودة في المصحف العادية وهتعملي بعد بعد ما بتخلصي قريتي الورد ده هتكتبي اتمامة القراءة هكتبلك الورد الجديد اللي انت ما فوت تقريدين يوم او لو انت هايز تقريد الوقتي ممكن تقريد تحت هنا الختمة الحالية اللي انت شغال عليها قريتي ورد فضلك ثمانية وعشرين ورد لان في ورد زيني جاري اهو فتقدري تتبعي الاوراد بتاعتك كل يوم انا كده بقى عندي اثنين ورد اللي انا كنت قاعدة اقراه والورد اللي انا قريته اصلا قريتي فانا هكمل اقراه لحد الجزء الرابع وبقى انا وصلت للجزء الرابع اللي هو رابع يوم ياربوا الابليكيشن ده يكون ساعدكم ووفر عليكو حاجات كتيره من التعب ان انتو تقرأ من امتى الامتى في ناس اريد اعرف انها تقرأ من جزء واحد فيديو لو انت ما قدرتك انك تقري اكتر بمنطقة البساطة لما هتقري اكتر هو هيقولك ان هنا زي مثلا زي منا كانت بهنا انت سابق لختمتك بيومين طبعا على رسيس ان انا حطيت بلوقتي معيكو ختمة جديدة فده هيساعدكم بيدن البرنامج ده ان انتو تقدروا اتبع طول وقت القرآن بتاعكم فلو انتو معكوش المصحف في ايديكو بمطب بساطة ممكن تستخدمنا المصحف اللي موجود هنا وتقرؤ منه براحتكم ده كان فيديو النهاردة واتمنى ان يكون فاتكو واشوفكم ان شاء الله فيديو لي و السلام عليكم شكرا